بقى زي ما قلت لك مرة تانية عايز اقول لك حاجة مهمة انا باحلم لان انا احلامي كتير شوية انا عايز منتخب مصر بالنسبة لمصر كلها يبقى مشروعة كابتن سيف مشروعة قومي مشروعة قومي دلوقتي انت عشان تشتغله لازم كل الناس تشتغل المشروع القومي ده عندنا حلم تاني ان شاء الله يكون حلم كاس العالم ده هيبقى مهم جدا عشان كده لازم نشتغل للحلم مش انا بقى ومش احنا بس مصر كلها لازم تشتغل لحلم كاس العالم والوصول كاس العالم اعملوا مشروع مشروع تعمل اسمه حلم الوصول لكاس العالم وان شاء الله بالمناظر اللي احنا شفناها دي والحاجات الحلوة اللي احنا الفترات اللي فاتت كانت حوالينا اداريا وفنيا وتنظيميا ولاواحيا واعلاميا لو عملنا الموضوع مشروع لأ هنروح في حتة قدي انت فرحان بفرحة الناس وساعدت الناس وساعدتك وانت موجود معنا مبارح على الهواء وساعدت كل البرامج وهي موجودة معنا الهواء خلينا احنا مشروعكم الموضوع هيبقى مختلف والله تماما تماما وخلينا برضو في انتماءتنا خلينا برضو خيجبت ان المكسب هيعم الدنيا هتتمشي كلها يشتغل والدنيا هتفتح يعني حتى اللي مستني الفكة وبيشتغل في مجال الصحفة في الاعلام في اي حاجة بس حتفوق يعني فوز المنتخب الوطن مبارح مش اتحق كورة ولا اعلاميين ولا ناشا غير في مجال اللي بياخد جنيه هياخد اتنين جنيه لان الكورة صح تفوق هو ده اللي انا بقى عشان كده بقولك ايه اعملني مشروعك وانتمي زي ما انت عايز بس انا في الاول في الاخر عند المشروع كله يقف في الفلسف وفي الطبور عند انتمائك اقف حي وشجع زي ما انت عايز بتنتمي انتمي زي للحتة اللي انت عايزها شجع احمر شجع ابيض شجع اصفر شجع بقى ازرق شجع اللي انت عايز تشجعه لكن لما اليوم الجميل اللي زي مبارح دوت انا ما كنتش عارف مين ايه ومين مين لونه ايه ومين لونه ايه انا شايف لون احمر فبيض فسود فقدر كل الالوان موجودة حواليا انا المشروع بتاعك عشان كده بقولك من هنا بقولك لو عملتيني مشروعك وعملتونا مشروعكو هنروح في حتة تانية لان فعلا في جهدي بتبزك واللي جاي متأكدين